السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ابو انس النور ده معنا فيديو جديد بس الاول كنت عايز اعقب شوية على الفيديو اللي فات بتاع الف 11 طبعا جات التعليقات كتير جدا على الفيديو دوت بس اللفت انتبقى شوية وكنت عايز اعلى عليه ان فيه ناس علقت وقالت اللي انت قابط فلوس واللي انت بتدفع لك فلوس عشان خاطر تطلع تقول رأيك دوت طبعا الموضوع ده كل البعض عني ان انا الحمد لله قبل ما بقى يوتيوبر انا اصلا تاجر فالموضوع اللي انا ايجي حد يديني فلوس عشان خاطر اطلع اقول كلام زي دوت انا اصلا الموضوع ده ما يفرقش معي خالص وحتى لو محتاج فلوس عمري ما هطلع اقول كلام انا مش مقتنع بي انا بقول يا جماعة الكلام اللي مقتنع بي في الموضوع اللي هي شركة تيجي تديني فلوس او الكلام دوت الموضوع ده عمره ما يحصل معي ابدا وبالنسبة للتليفونات اللي بعمل لها مراجعة فده يعتبر ده شغلي انا اصلا بشتغل في الموبايلات فالموضوع بيبقى سهل بالنسبة لنا اجيب اي تليفون وعمل له مراجعة واقيمه واقول لكم رأي الشخصي بالنسبة للتليفون نيجي نتكلم عن موضوع الفيديو بتاع النهاردة وهو موضوع اسبوع الموبايلات اللي عاملها جوميا وعملها سوء على النت ما انا قدر ان كنت داخل اصلا اشوف اسعار الموبايلات على جوميا والكلام دوت فلاقيت صراحة هو اللي لفت انتباهي واللي خلاني ان افكر ان اعمل فيديو بتاع النهاردة اللي قد فيه فعلا اسعار مبالغ فيها جدا ويقول لك فيه عروض وهمية وخصومات ما حصلتش وفيه ناس كمان طلع بالطب اللي قتعد تقول يا جماعة ما حدش تشتري تليفونات دلوقات تستنوا اسبوع الموبايلات من جوميا ومن سوء انا الكلام دوت صراحة ما عجبنيش كده اعتبر ده فيه ضحكة على الناس واستغلال ان الناس مش عارفة اسعار الموبايلات ويحط لك اسعار وهمية وهي فعلا مش ده سعرها الحقيقية مثال مسلا يعني يقول لك مسلا سعر تليفون تلات تلاف جنيه وهو اصلا سعر ومش تلات تلاف جنيه وبقى بقى الفين جنيه يعني نزلين الخصم فيه الف جنيه بحالها لكن ده اصلا مش حصل يعني اصلا تقريبا عمره ما قصد اللي يبقى تلات تلاف جنيه امثلة مسلا نجي نشوف بعض الامثلة للتليفونات اللي لفت انتباهي وانا بتصفح على موقع جوميا اه تليفون مسلا زي اه هي كدبها باربعتلاف ربعمية ربعة تلاتين التليفون اصلا بيتباع في المحلات حاليا باربعتلاف تلتمائة وخمسين يعني هي كمان مزودة عليه وقول لك اسبوع الموبايلات ولازم تروح تشتري في اسبوع الموبايلات عشان تاخد خصومات الف جنيه وخمسمائة جنيه وكلام طبعا ما حصلت تليفون مسلا زي اه خمسين عاملا بخمسة الاف مية تسعة واربعين يعني خمسة مية وخمسين وهو حاليا بيتباع في المحلات بخمسة مية وبخمسة خمسين تليفون تاني مسلا زي اه عشرة بالفين مية تسعة وستين وهو بيتباع بالفين مية خمسة وعشر يعني تقريبا كل اسعار اغلى من سعرها بس يالك دي الحاجات اللافتة انتباهي جدا وحاس ليها سعرها يعني غالي وهو اصلا مش عارف يقول لك اسبوع مبالغات وعليها خصم ما حصلش وحاجات كده غريبة ليجي في الواي سيفن برايم مسلا الفين وتسعتاشر عاملا بالفين تسعمائة وتلاتين وهو بيتباع بالفين وتسعمائة تلاتين بقى تلات تلاف سبعمية تسعة وخمسين يعني تلات تلاف سبعمية وستين تقريبا هو بيتباع بتاعة سبعمية وخمسين وتلاتة سبعمية خمسة وعشرين يعني بيتباع تقريبا كل اسعار هتلاقي الواي سكس الفين وتسعتاشر 2179 وهو بيتباع ب 2150 ب 2000 تسعة واربعين وهو بيتباع ب2150 Republican 914 وهو بيتباع تقريبا بت fermement 50 وهو في زيادة حوالي 60 جنيه مثلا مثلا بيتباع بتلاتة تلاف ربعمية تسعة وتسعين هل 3500 وهو بيتباع بتاك تلاتة خمسمية وبتاك تلاك تسعةlege وخمسين كمان. والواي ناين الفين وتسعتاشر بيتباع بتلاتلاف تنمية تسعة وتسع وتسعين وهو بيتباع بتلاتلاف تنمية خمسة وسبعين في فرق حوالي خمسة وعشرين. يعني دي بعض الامثلة اللي انا ذكرتها عشان دي اللي لافت انتباعي. في حاجة بقى غريبة جدا هي بقى دي اللي خليتني يعني افكر انا اعمل فيديو اصلا جهاز زي اللي هو السبعة بوصة. آآ كتباتة قريبا بالفين متين وخمسين ده سعره الاصل يعني وهي دلوقتي بقى ببيعوه بلف تنمية تسع واربان 1129 ده سعره من زمان جدا يعنى عمر قد اقلي على الف تنمية تسع واربان اللي هو الف تنمية وخمسين. بدلا من الفين متين وخمسين او الفين تلتمية حراwa كده عمر التليفون ده موصل للسعر ده. فانا اللي عايز انابه عليه بس. اللي انت تشتري من جمية او متشتريش من جمية. ده مش مش هو ده المبدأ اللي انا جاي اتكلم فيه اوها هو 이 ده الرسالة لنا عايز وصلها انا هما في العروض دية بيقولولك اسعار ان هي في العروض دية بيبغيρ لك ان التليفون فعلا سعره مسلا الفين وخمسمائة جنيه وبقاء به الفين جنيه. فانت بقى ايه تجري بسرعة وتروح تشتري التليفون وهو تليفون اصلا بعمره عمره موصل للسعر ده فانا بنصح اي حد اللي هو قبل ما يروح يشتري من جوميا او اي حاجة اون لان اللي هو فعلا يسأل في المحلات فعلا سعرها ده كام وفعلا تسهر التليفون ده كان مسلا في بالسهر دوت اللي هم كانوا قللين عليه وفعلا معموله ليه خصم ولا لأ هو ده اللي يسأل عليه. وطبعا انتوا لو حابين انتوا تسألوا عن سهر اي تليفون انا بسيب الرقم بتاع المحل عندي في صندوق الوصف وحضرتك ممكن تتابع بيه او تسألني على الواتس وان شاء الله هجاوب على اي اسئلة بازن الله وهجاوب على اي سهر موبايل انت حابب انت تشتريه. طبعا ما تسنساش تدعم القناة باللايك عشان تقع حاجة بتحفزني ان انا اعمل فيديوهات تانية وتعمل اشتراك في القناة وتعمل شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن واكتر ناس تقدر تستفاد من الفيديو دوت بس كده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم